التقى معالي السيد حمود بن فيصل البسعيد وزير الداخلية برئيس اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة وأعضاء اللجنة وأشهد معالي خلال اللقاء بما يقوم به رئيس اللجنة وأعضاؤها من مهام إشرافية ورقابية في العملية الانتخابية متمنيا لهم التوفيق خلال هذه الفترة من جهته استعرض فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا للانتخابات أدوار اللجنة التي تطلع بها يومي التصويت داخل سلطنات عمان وخارجها مثمنا ما قامت به وزارة الداخلية من تحديثات تقنية على تطبيقي انتخب وانتخاب حضر اللقاء سعرة المهندس خالد بن هلال المسعيد وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات